ما هو المطلق؟ المطلق هو مصطلح يستخدم في الفلسفة والرياضيات واللغة العربية وله معاني مختلفة في هذه المجالات في الفلسفة المطلق هو المفهوم الأساسي الذي لا يمكن تحديده بأي معنى آخر ويعتبر المبدأ الأساسي لوجود الكون والحقيقة وفي هذا المعنى يمكن استخدام المطلق كمرادف للمفهوم الله أو الإله في الفلسفة الدينية أما في الرياضيات المطلق يشير إلى قيمة عددية مطلقة أي قيمة تمثل القيمة المطلقة لعدد وهي القيمة المطلقة للفرق بين العدد وصفر ومثلا المطلق من العدد ثلاثة هو ثلاث لأن الفرق بين ثلاثة وصفر هو ثلاث وفي اللغة العربية المطلقة هو الكلمة التي لا يرد فيها الاستدراك والتقييد ولا يقتضي استخدامها أي شرط أو استثناء أو تحديد ومن الأمثلة على ذلك كلمة كل التي تدل على الشيء بأكمله دون استثناء مثل كل الناس وكل الطلاب